ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اضافة الى تفعيل الفصول الافتراضية بجميع المراحل الدراسية والدروس المرفوعة على 14 قناة في اليوتيوب ومن بينها قناة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وقناة لطلبة التعليم الفني مع انتاج دروس مرئية بالتعاون مع تلفزيون البحرين مؤكدا أن الوزارة مستمرة في العام الدراسي الحالي في توفير التعليم بالصورة المطلوبة سواء بالحضور الفعلي الجزئي أو بالتعلم عن بعد هذا وقد اجتملت الجلسة الافتتاحية على كلمة لسعادة الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو والذي أشاد بجهود مملكة البحرين خلال رئاستها للدورة السابقة من المؤتمر ناقش المؤتمر ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة للمنظمة بيّنت فيها الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وأثناء رئاسة مملكة البحرين للمؤتمر الوزاري كانت هناك أمور استعقت الإشادة والثناء حيث انجزت في الوقت المحدد وكان هناك تعاون أيضا في الوقت نفسه بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلمات والاتصال في مملكة البحرين مع المنظمة وبعد ذلك تم تسليم الرئاسة من مملكة البحرين إلى دولة فلسطين ونقشة مواضيع عديدة تركز على تأثير الجائحة على الطلبة في الوطن العربي وسبل الكفيلة لمعالجة أي أضرار سلبية نتجت عن ذلك وتحسب أيضا في المستقبل لأي أمور قد تحتاج جهدا كبيرا لمواجهتها لا شك أن التعليم اليوم تعرض في جميع دول العالم إلى الكثير من الظروف التي صاحبت هذه الجائحة بيّنت أيضا في المؤتمر مسيرة التعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه وما قامت به مؤزارة التربية والتعليم خلال فترة الجائحة مما انعكس إيجابا على استمرار التعليم في كافة المراحل الدراسية بمختلف الوسال المتاحة ترجمة نانسي قنقر